وندخل بقى كده عشان اول ملف معانا يعني يمكن احنا ذكرنا هذا الموضوع فيه سريعا كده في خلال خبر الاسبوع اللي فات لكن لازم كمان نتكلم اكتر ونعلق على يعني موضوع كيراش تحديدا لان الاسبوع اللي فات الناس كلها او يعني الدنيا كانت كلها كصحافة وكسوشال ميديا وكاعلام ميالة شوية لفكرة او هذا الخبر اللي يقولك خلاص كيراش راجع يا جماعة خليكوا حطين في بالكوا ان كيراش هو اللي حيرجع مرة تانية ويدرب منتخب مصر وان هو يقود المنتخب والمفاوضات شغالة وكلام كتير جدا حصل اليومين اللي فاتوا زي ما حضراتكم اكيد تبعتوا الفكرة هنا او المعلومة بقى لو حد عايز معلومة انا بقول لحضراتكم المعلومة اللي عندنا ان اولا ما كانش فيه تفاوض تماما بشكل رسمي مع كيراش لعودته تاني لقيادة المنتخب ده رقم واحد اللي عرفته كمان اللي خليني يقول لحضراتكم ان الموضوع كله متجاوز مرحلة يا كريم جس النبض عن طريق كده الحديث الشفهي بمعنى اصح مع وك حاجة كمان تم ارسال مستحقات ومفروض المتأخرة كان منقوص منها لو حضراتكم فاكرين غرامة المفترض ان هي كانت وقعت على المنتخب بسبب عدم حضور كيراش للمؤتمر الصحفي الاحدى المباريات يعني في امم افريقيا وده اللي خل بعد كده كيراش كان طلع بيان طبعا هو كان متضايق جدا قالك يعني فيه كان برضو اساءة كان يعني البيان ده لو كان فيه اساءة كان فيه اساءة كمان لسورة الاتحاد المصري قالينا نقولها بمنطقة الصراحة لان هو استشهد كمان في كلامه ان عدم حضور المؤتمر كان بسبب تقني مش بسبب او عيب او اي حاجة تانية يعني في قصة ان هو مثلا كان مدير فاني رفض ان هو يكون موجود فهو ده الكلام اللي صدر او ده التصريح اللي صدر من كيراش مع او ضد بقى هذا القرار من الاتحاد يعني برضو يعني لو هو معلش ما حضرش عشان عيب تقني مش فكرة ان هو رافض برضو اعتقدش ان هنا يتفرد عليه غرامة يعني او شرط ان هو يتفرد عليه غرامة او اصلا لهم الحق ان هم يفردوا عليه غرامة فمش عارف هو مع حق في النقطة دي بصراحة يعني لو الحق يقال الفترة الاخيرة ببقتش فيه حاجة بتحصل او امر ما يبيستجد غير لما يتطار حوله حلم للغة والجدل ونلاقي دايما برضو ان لازم يبقى فيه تاتش ما فيه عدم احترافية يعني بالمناسبة بناسبة الكلام ان هو انت بتتكلم مع خضراتكم فيه اللي عرفنا كمان ان الكاف لم يوقع عقوبة وارسل مكافئة المركز التاني كاملة للاتحاد والمفروض المنطق بيقول ان كده ولا كده كيرواش مالوش علاقة بالموضوع ده لان عدم حضور المؤتمر كان بسبب خارج عنه وخارج عن اراضته يعني بالتالي الاستوب اللي اتعامل به الى حد كبير لا يليق وبيخلي فعلا الى حد كبير صورة يعني بيدي صورة وانطباع سيء جدا امام اي حتى مدرب اجنابي تالي بنفكر ان نتفاوض معالج قيادة المنتخب المصري في الفترة القادمة لما كيرواش يطلع ويقول كده وبالنص وده طبعا بيرسل من خلاله العديد من الرسائل للصحفيين قال كده نصا قال السيد وليد العطار اعتقد انك لست نفس الرجل الذي يدعوني لتناول العشاء كيف تسيء الي بهذا القرار الاحادي انت تتصرف بوجهين واحد امامنا والاخر والاخر خلفنا بعد ان غادرنا كما تعلم يعني الرئيس والمجلس يعلم انه لا علاقة لي بهذه العقوبة ده استكمالا لكلامه انا لا استحق هذه المعاملة وقاعدك بانني ساقاوم اساءة استخدام القرار او هذا قرار غير الصادق فتلاسل وحاجات مش مظبوطة الحياة بس الخبر اللي احنا تكلمنا فيه ده بقتي فيه شقين الشق الاولاني ان احنا بنتكلم عن الاخبار اللي كانت يعني متدولة في الفترة الاخيرة وبعض الزملاء طبعا المحترمين من الصحفيين والاعلامين اللي طلعوا قالوا خد من عندي المعلومة الحصرية وخد من عندي المعلومة المؤكدة وقال لك كيروش راجع تاني لتدريب منتخب مصر فاحنا ردينا على الموضوع ده على فكرة لسبوع اللي فات لو حضراتكم فاكرين وقلنا الكلام ده عار من الصحة وعلى كل حالة الايام اللي جاية هتثبت هذا الكلام وفعلا قد كان كيروش ما عندوش كان اي نية حقيقية ان هو يجي وما كانش اصلا فيه تخاطب بشكل رسمي مع كيروش زي ما كنت بقول لحضراتكم القصة كلها كان مجرد جس نبض بشكل شفهي جدا مع وكيله دي حاجة الحاجة التانية بقى النقطة اللي كريم اتكلم فيها هي قصة اننا يا كريم يعني بسيب انتباعك اتحاد سيء جدا اننا يعني ما باخدش الاجراءات السليمة والقرارات السليمة بالشكل السليم وقيس على ده حاجات كتيرة جدا يعني فاتت واللي حصل ما علينا مش عايزة خش احنا اخر شهرين تقريبا بنتكلم والله ما عايزة افتح ملفات فعلا يعني فكابتن ايها بيعني وغيره على كل حال ده وحش جدا ومش ده وحش بس لسورة الاتحاد خلي بالك من حاجة انت برضو يا كريم عشان نقطة تبقى واضحة لما احنا بنيجي نتكلم او بننتقد او بنحط علامات استفهام على بعض التصرفات اللي بتصدر من الاتحاد ففي الاول وفي الاخر لان احنا على فكرة مش فكرة احنا بنقرأ هذا الاتحاد او عندنا يعني مشاكل معاه فقط لا ملاهاش علاقة بالكرهة او الحب او غير واحنا في الاول وفي الاخر ده بيمثلنا كلنا كمصريين بيمثل الكورة المصرية فانت من مصلحتك ان الاتحاد ده يكون ماشي تمام والناس بتوعوا يبقوا الناس ماشية وبتاخد قرارات مزبوطة يعني ده من مصلحتنا كلنا فاحنا نتمنى الخير للاتحاد مش قصة ان انت طالع بتنتقد وخلاص دي نقطة مهمة جدا احنا بنتمنى ان هو يكون الافضل فالافضل ماينفعش ان هو يصدر قرارات عشوائية او في توقيطات غريبة او ان هو يبتدي يعمل بسلا خصومات او حاجات زي كده الراجل فعلا يعني وليس دفاعا عن كيراج بسوليحة بيتكلم بالمنطق المنطق هو دايما اللي بيكسب في الاخر فعلى كل حال اشتركوا في القناة